الدجاج الفيومي هو نوع محدد من الدجاج يتميز بعدة سمات ومعلومات مهمة 1- المنشأ الدجاج الفيومي يأتي من منطقة الفيوم في مصر وهو جزء من التراث الزراعي في هذه المنطقة 2- السمات الجسدية يتميز الدجاج الفيومي بألوان ريوش مميزة ومتنوعة ولون والريوش يمكن أن يكون أبيض أو أسود أو بني كما أن لديه منقار طويل ومنحني وتختلف أشكال العيون والريش حسب الفرد 3- استخدامه يتم استخدام الدجاج الفيومي لإنتاج لحم الدجاج والبيض يعتبر لحمه لذيذا وشهيرا في المنطقة والبيض الذي ينتجه يستخدم أيضا في الطهي المحلي 4- الحفاظ على السلالة يعمل العديد من المزارعين والمؤسسات في مصر على الحفاظ على سلالة الدجاج الفيومية للتقليدية من خلال برامج تربية محددة لضمان استمرار هذا النوع والحفاظ على تنوعه الجيني الدجاج الفيومي يمثل جزءا مهما من التراث الزراعي والثقافي في مصر وقد أثبتت هذه السلالة نفسها على مر العصور كموروث زراعي قيم ترجمة نانسي قنقر